جزاكم الله خير وحسن إليكم من الزرفي المستمع عبدالله بن أحمد بعث يسأل ويقول إذا دخلت المسجد وبقيت واقفا إما الاستماع محاضرة أو غيره ولم أجلس فهل أكون قد عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ لا تعتبر عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنك لم تجلس ولكن الأولى بك والأحسن أن تصلي ركعتين وتجلس ولا تسق على نفسك في الوقوف وتحرم نفسك من أجر الصلاة والامتثال بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى بك أن تصلي ركعتين وتجلس وتستمع إلى الذكر والفائدة والأحسن لك مصالح أولا أجر الصلاة ثانيا الراحة في بدلك والطمانينة لأن الجالس مرتاح وثالثا وقد تكون هذه الأولى العمل بالسنة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإحياؤها نام